طيب تعالوا نروح ايضا لتقرير عن نجوم النادي الاهلي القدامى وحدثهم عن هذه المواجهة بين الاهلي والوداد كلام ونصائح مهمة جدا للعبي النادي الاهلي قبل مواجهة الوداد بعدها نستقبل ضيوفنا اليوم من المغرب صحفيين من المغرب جمال ستيفي وايضا غازي رياض يكلمونا عن الوداد وسعادة الوداد وبعدهم نستقبل طبعا محمد جمال عشان يقول لنا المواجهة بكرة المفروض يحصل فيها ايه فنيا خليكم معنا فرية الوداد فرقة قوية والحزوز مقسومة بين الاثنين بين الاهلي وبين الوداد والوداد زي ما وصل النادي الاهلي وصل نهائي فالمباراة مش سهلة لان الوداد عايز ياخد البطولة والنادي الاهلي عايز يكمل سلسلة بطولاته في هذه البطولة وانا اعتقد ان باذن الله النادي الاهلي حياخدها ان شاء الله باذن الله طبعا هي مباراة صعبة جدا نهائي طبعا ويمكن اعتقد ان احنا هما اليوم تجربة معنا واحنا لنا تجربة معهم الحقيقة مباراة صعبة جدا وخصوصا ان هما اخر مباراتين او اخر ثلاث مباريات بعد ما غيروا المدرب الحقيقة لا بقوا بشكل تاني خالص فيه تنظيم دفاعي بشكل قوي جدا جدا وفي نفس الوقت كمان كان الناحة اللجومية طبعا اشتغل عليها بشكل كويس قوي بدليل ان هما عملوا نتيجة ايجابية في جنوب افريقيا مع صان داوز الحقيقة فالمباراة صعبة لكن انا بقول ان احنا فترة الحقيقة انا في رأيي ان دي افضل فترة لفرقة النادي الاهلي خلال مثلا عشر سنين اللي فاتوا كمان احنا وصلين لفرمة بدنيا وفنيا واتكتكيا مع مستر كولر الحقيقة لا فارق بشكل كبير جدا احنا بقالنا 13 مباراة بيخشش فينا هدف بنكسب 12 مباراة فوز متتالي دا ما حصلتش من فترة كبيرة جدا ان شاء الله بإذن الله اعتقد ان احنا فرصتنا كبيرة جدا ان احنا نحسم اللقب ان شاء الله نتمنى ان شاء الله بإذن الله الحظ يكون محلفنا ولعبتنا ان شاء الله بإذن الله عرف حجم المباراة وعرف المسؤولية اللي عليها فان شاء الله بإذن الله نتمنى ليهم بإذن الله التوفيق وخلاص احنا قربنا على النهاية واللعيمة النادي الأهلي ما بتكون تحت ضغط معاودنا ان شاء الله ان هم يثبتوا وجودهم ويحققوا الهدف اللي هم عايزينه اللي هو احنا عايزين كلنا او كل المصريين او كل الاهلوية عايزين البطولة فهنا تمناهم ان شاء الله بإذن الله التوفيق في المباراة اللي هي اللي عندنا في القاهرة اتمنى ان شاء الله يكون فوز يليج بالنادي الأهلي وفوز يطمننا ان شاء الله بطليل المبارات رائضة س Honey في المغرب اكيد لعبة النادي اللي عاملة حسابها وعمله حساب والظروف اللي في المغرب وان شاء الله بسي نبدأ الأول في المباراة اللي عندنا هنا ان شاء الله أتمنى بإذن الله اللي ربنا يوفقنا ونكسى بيعني ان شاء الله اكتر من هدف عشان يرياحنا بإذن الله في المغرب ماتشي صعب جدا يعنى ان حتى من الناس اللي ت Bulga التكلمت حتى الفترة الأخيرة لأنا كل الناس كلف توقع عن تقول من ت Leyتكن فرقة مميزة فرقة كويسة البطولة النسخة الأخيرة هم واخدينها كمان تبتتكلم عن راجل مدير فني وكان معاه متع المنتخب وريد رجراجي فعاملوه مسلسة بشكل كويس ففرقة بتعرف تكسب النهيات يعني زي سانداون سانداون تقدر ان الاوليه التمهيديه بتكسب شكل كويس ومالبعلك كرة في النهيات بي وعندها صعوبة فانشاف له دات فرقة كويسة لازم نخلص الجيم من هنا إن شاء الله اشتركوا في القناة